اكتفى بعد المسلمين اليوم اثر الفاسدين وصار سيرتهم وصاروا يزمون الصالحين ويعاقبونهم لاستقامتهم وإيمانهم والذي كان مسوغا كافيا لإعلاء أمرهم وتقديمهم والاكتضاء بهم وربما فاقوا أهل الفساد في فسادهم وعتي وهم السلام عليكم متابعين الكرام علامة من علامات الساعة أخبرنا بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اضطراب الموازين واختلالها ولكن فضلا وليس أمرا ادعمونا بإعجاب لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد عند اختلال الموازين واضطرابها وهذا لا يكون إلا عند فساد التصور أو الاعتقاد أو الإرادة يزم الإنسان الآخرين بما ينبغي أن يمدحوا به ويمدحهم بما ينبغي أن يزموا به وهذا لا يكون إلا في زمان غياب أو خفوت وضعف أثر الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون هادية للناس تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وقد سجلت نصوص الشريعة ذلك الانتكاس الذي يعتري الجنس البشري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبدة كلا وما الرويبدة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام وهذه السنوات تكون قبيل الساعة عند ضعف آثار النبيوة وانقلاب المعايير لدى الناس فالكاذب عندهم صادق فيصدق والصادق كاذب فيكذب والأمين خائن فيخون والخائن أمين فيؤتمن ويخوض المرأة التافه في الأمور العامة التي لا ينبغي الدقول فيها إلا من قادة المسلمين وزعمائهم وقد تجل القرآن الكريم ذلك الانقلاب في المعايير واغتلال القيم واترابها في أكثر من مشهد وأكثر من أمة مما يعني أن هذا عيب تصاب به النفس البشرية غير السوية عندما تبعد عن هداية الله فقد سجل القرآن نقمة الكفار على المؤمنين إيمانهم بالله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فلم ينقموا عليهم مسلكا ولا تصرفا ولا فكرة بل كانت نقمتهم محصورة في تصديقهم للمرسلين وإيمانهم بما جاءوهم به وبلغوهم عن رب العالمين فما اقرهوا ولا عابوا شيئا من أمرهم سوى إيمانهم بالله تعالى وهذا مما لا يقره ولا يعاب إلا عند فساد التصور وزهاب الإيمان وقد آداهم ذلك إلى أن قتلوا المؤمنين وأحركوهم بالنار بعدما خدوا لهم الأخاديد وأدرموا فيها النيران وألقوهم فيها وأهل الفساد والضلال لا يريدون أن يتميز أحد عنهم بصفات حسنة وبدلا من تنافسهم مع الصالحين ليكونوا أفضل منهم وأحسن لكن نظرا لضعفهم وفساد إرادتهم لم يستطيعوا اللحاق بالصالحين فاتجهوا إلى زمهم وتنقصهم وعقابهم بأنواع العقابات المختلفة ولم يقتصر على هذا بل تعدهم إلى أصحاب رسالات السابقة من اليهود والنصارى وقد اقتفى بعد المسلمين اليوم أثر الفاسدين وصار سيرتهم وصاروا يزمون الصالحين ويعاقبونهم لاستقامتهم وإيمانهم والذي كان مسوغا كافيا لإعلاء أمرهم وتقديمهم والاقتضاء بهم وربما فاقوا أهل الفساد في فسادهم وشرودهم واعتوهم فإذا لم يستطع المرء اللحاق بأهل الخير والصلاح لضعف إيمانه أو لفساد إرادته فلا ينبغي أن يصل منه أزالهم وإلا شابه المشركين وأهل الكتاب في أفعالهم نسأل الله من فضله السلامة والعفو والعافية